مشاهدين استطلاعني يقول كيف يدير الإطار التنسيق الوضع في العراق هل بعقيدة المذهب أم بالعقيدة الوطنية أستاذ نجاح أريد جواب بأقل من دقيقة حتى لا ينقطع الاتصال ويعني أنجبر ما أسمع جوابك 65% من المشاركين في هذا الاستطلاع يقولون أن الإطار التنسيقي يدير الوضع في العراق بعقيدة المذهب علق لي لكن بإيجاز أستاذ نجاح لا لا أنا قلت ذا سابقا الإطار التنسيقي لا يدير العراق بعقيدة المذهب المذهب لا يحكم الإسلام لا يحكم ولا حتى العلمانية تحكم هناك مدنية بطريقة مختلفة بطريقة الشذوذ أمة الشذوذ التي يريدها الأمريكان هي التي تحكم وتسيطر على المفردات شون منطق هذا أستاذ نجاح شون منطق هذا المدنيين شواذ هاي شون الكثير من القوانين لا لا أنا مدني أنت مدني أنا أتحدث عن المدنية التي قيدتها بصفاتها المدنية منظمات مجتمع مدني أو جدغل أمريكي المحتل في العراق تشيع ما سماها بايدن بأمة الشذوذ هو يعترف بأمة الشذوذ يلا أستاذ نجاح لأنه وقت ماكو أرجوك التي تسيطر على أجواء العراق على سماء العراق على أموال العراق حتى في القواعد على أرض العراق في القواعد الأمريكية أستطيع أن أقول أنه لا الذي يحكم العراق لا هو الإسلام السياسي ولا هو المذهب السياسي طيب أستاذ نجاح ولا السنة يحكمون بالمناسبة ولا حتى الأكراد بقوميتهم يحكمون هناك خليط غير متجانس يحكموا والكل يتحمل المسؤولية كما قلنا سابقا شغيث التميمي 35% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون أن الإطار أو الإسلام السياسي الشيعي يحكم بالعقيدة الوطنية لكن بإيجاز شغيث لأنه اتصالكم سينقطع أنا بس حتى أوضح نقطة جوهرية الإسلام بنسخة محمد وعلي الحسين من الدين إلى الدولة يعني من الدين من المجتمع إلى الدولة هذه سيرة الأنبياء في القرآن والأئمة الإسلام السياسي في العراق وإيران ومصر وكل العالم العربي بنسخته السينية والشيعية يريد يجي للدولة العلمانية يأخذ منها ويوجه الدين بدل ما يصير الدين موجه إلى الدولة كمنظومة قيم أخلاقية وعدالة اجتماعية يحولها إلى شعارات موجهة من الدولة إلى الشعب يعني هسه قيس الخزعلي يطلع يحجي بالتلفزيون كأنما يوجه السستاني شلون لازم يسوي الدين ويوجه لك باقي الطيارات طيب شيخ غايف لازم أخذه يوجهون المرجعية هم يعني قيس الكلابي مثل قصة الكلابي مش اسم هذا النائب يوسف هو والسند لا سند زين بس هذا حسن سالم والكلابي السيد محمد يراد يراد مفردة وحده تبحثلنا مفردة وحده والناقشة في حلقة قادمة إن شاء الله